تلاقي فيه موجود كريمات تفتيح بشا تاخد الكريم ده وتدهن الأماكن الغامقة مرة صبح ومرة بالليل ده الناس اللي بتشتاكي من يعني كلف أو لون اتكون ممكن واحد يحصل له التهاب أو حباية مثلا حب الشباب بعد ما تخفي تسيبه أعصمرة نفس الكريمات دي هتعلاجها طب الناس اللي بيبقى عندها بقى مناطق غامقة في جسمها وبتستعمل كريمات تفتيح أو بتستعمل وصفات بقى من اللي احنا بنشوفها على الفيسبوك دي بتعمل مشاكل ياريت برضو نوضح المعلومات المناطق الغامقة دي أي مناطق غامقة في الجسم أي نوع من أنواع الغامقان ممكن يتعالج أو يفتح طبعا بس على حسب السبب ومش كل مكان ينفع نفس علاج بتاعه يعني مثلا كريمات تفتيح في الوش غير مثلا مناطق الحساسة أو تحت القبض أو في الدراع لأن الجلد طبيعته هنا غير هنا فالدكتور هنا بيحدد نوع الكريم المناسب آه يعني زيزي لازم تشوفي دكتور لأن برضو كتبه هي كتبه بيكيني المناطق الغامدة زي البيكيني أو دي بيتحط الكريم فيه حاجة اسمها كريمات تفتيح البشرة للسنسة في أريان فيه مخصوص يعني بيتباع فده ممكن تستعمله مرسو بس دي من الكريمات التجميلية دكتور لأن في ناس بتستعمل الكريمات التجميلية بتاع تفتيح البشرة مش حاجة طبية أو حاجة زي كده بيبقى الكريمات اللي هي العادية دي لا الحاجات الفئرانات لازم أخد رأي دكتور يا هم اللي بيبعتولي أنا راجي الدكتور فبقول لهم بناء على الصورة خد كذا إنما أنا الواحد كده ما وصفش للناس يقول لهم مش دكتور لا طبعا مش أي حاجة تمام دي حاجة دي جاء فكرة دي مركبات طبية ما هنا عشان كده بقى بس أل لأن في ناس استعملت حتى في الوش الكريمات اللي هي كريم تفتيح البشرة مش أي حاجة ده فيه ناس بيعملوا فيه تركيبة كده شهيرة جدا على فيسبوك بتتكون من ثلاث مركبات الناس اللي سمعاني دلقة يعرف فيها مادة يعني تكت تكون حريقة ومعها كورتزون ومعها مادة تلتة على أساس بقى الكورتزون يضعي تأثير الحاجة الحرقة طبعا ده بيبهدل الناس فبلاش التركيبة الشهيرة اللي بتتكون من ثلاث حاجات دي المنتشرة في فيسبوك لأنها بتعمل مشاكل كتير طيب أنا عندي تعليق بقى على حكاية التفتيح دي بس عشان نوضحها في الآخر بس فيه ناس بتسأل على الوحمات الكبيرة الغمقى هل الوحمات دي لها علاج أو لها بتتشاب بالليزر حدث بالليزر وبنفضل دايما الحسنات أو الوحمات الغمقى دي إن احنا منسيبها شيء والحسنة برضو الحسنة البرزة أه ولا العادية اللي هي بتبقى أي نوع نوع من مع الحسنات لو بدأ يحصل فيه تغيير يعني بتدت مثلا إيه تجبر الواحد بقى يهرش فيها جامد بقى فيها قلم بسيط أو حرقان أو تبدأ تنزف دي ما تتسابش طب دي بتبقى إملكيشن لقى يا دكتور ممكن تبقى حاجة مش كويسة حسنة خبيسة آه خصوصا البرزة لأن كان فيه ناس برضو برضو لا مش كل البرزين يعني بص أول ما تاخد اللون الدكن قوي وتبدأ فجأة اللي هي بتزيد بطريقة غير طبيعية بتجبر أو تعمل قرح أو تعمل أشور آه يعني فيه أعراض غير عادية هنا بنشالها على طوب بالليزر تتشال بالليزر سواء برزة أو سواء لون بس آه بس برضو في نفس الوقت أعايز أطمى الناس في مصر إحنا عندنا عشان ناس بتخافن كلمة السلطان الجلدي الإصابة بالسلطان الجلدي في مصر نادرة نادرة عشان الناس على طول تروح تقول لك ده بس سلطان نادرة لأن إحنا طبيعية بشريتنا ومعظمنا أمحي وأصمر وبالتالي عندنا ميلانين كتير فبيحمينا مشاعات الشمس طيب أنا حاضر هرجع تاني لموضوع الغمقل بس هاخد أم سيف من المنوفية يا أم سيف قالو عليكم السلام ورحمة الله تفضلي لا بسمحك حضرت الدكتور بس اتفضلي حبيبتي اتفضلي